موسكو الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب موسكو تؤكد ضرورة إجراء حوار مع واشنطن والاتحاد الأوروبي يحدر من تداعيات خطيرة إذا استمرت العملية العسكرية في أوكرانيا الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام السنغال في إيابي تصفية أفريقيا بحثا عن حلم الصعود للمونزيال السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الأمني والعسكري جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية جمهورية أنجولا تيتي أنطونيو وقد شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على تعظيم التنصيق والتشاور مع جانب الأنجولية وذلك فيما يتعلق بسبل تعزيز أليات العمل الإفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار للدول الإفريقية وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الأنجولية قد نقل رسالة خطية من الرئيس الأنجولية جواغو دوزرينزو والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التبادل للرؤاب بشأن عدد من الملفات الإقليمية بما فيها مكافحة تأظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد لمنيفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وكذلك السفير عبد المطالب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى القاهرة مؤكدا سيادته دعم مصر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاب على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وذلك في إطار المبدأ المصري الثابت الدعم للطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤوليتها ودورها وصولا إلى عقل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال لتقرير مصيره واختيار قيادته وممثله من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدورة المصرية الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين وإعادة توحيد مؤسسات الدولة فضلا عن دعم تنفيذ مختلف المخرجات الأممية والدولية بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحفظ لليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها كما استعرض السيد محمد المنيفي مجمل المشهد السياسي الداخلي الحالي في ليبيا حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية مع التأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية فضلا عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتمكين الشعب الليبي من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية دولة قطر وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب السيد علي بن أحمد الكوري وزير المالية القطري والسيد عبد الله الخلافي رئيس جهاز أمن الدولة القطري والسفير سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة طالبا سيادته نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ومثمنا التقدم الملموس في مصار العلاقات المصرية القطرية والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تشرفه باللقاء السيد الرئيس ناقلا للسيد الرئيس تحيات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعظم فيها التحديات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصيضة كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيدا سيادته بالدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية بينما ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيد تيتي أنتونيو وزير خارجية جمهورية أنجولا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية إلى جانب السيدة أنباولا وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية والسفير نيلسون مانويل السفير الأنجولي بالقاهرة السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس جواو لورانزو وأكدا سيادته الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها أنجولا في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار إلى جانب التعاون الأمني والعسكري المشترك كذلك على صعيد التعاون الفني وبناء القدرات كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على تعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الأنجولي والرئيس لورانزو شخصيا فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الإفريقية من جانبه أعرب السيد أنطونيو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيادته رسالة خطية من أخيها الرئيس الأنجولي والتي أكد فيها تطلع بلاده لتطوير مصاري العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعيدة رسميا وشعبيا خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري فضلا عن الإشادة بالدور الفاعل للسيد الرئيس في معالجة القضايا الإفريقية لسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها مع التأكيد على تطلع أنجولا للعمل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك خاصة على صعيد الاتحاد الإفريقي اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك كذلك صبو التضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الإفريقية خاصة من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين وبالتنصيق مع الجهود القارية ذات الصلة وذلك لمواجهة تلك الأفة العابرة للحدود كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة إيف ماسودي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية الوزيرة الكونغولية نقلت رسالة إلى السيد الرئيس من الرئيس الكونغولي فالكسا تشيسيكيدي تضمنت الإعراب عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والكونغو الديمقراطية والتميز الذي وصلت إليه تلك العلاقات والتشاور السياسي أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة كما أعرب الرئيس الكونغولي عن التقدير العميق للجهود المصرية الحفيفة بقيادة السيد الرئيس للدفع بالأجندة الإفريقية في إطار قضية تغير المناخ وذلك بهدف دعم الموقف الإفريقي الموحد والعمل على التفعيل الكامل للمبادرات الإفريقية المطروحة بما يؤكد وحدة الموقف الإفريقي ويسمح بتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية ومراعاة شواغلها سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة مؤكدا في هذا الإطار على ثقته في أن تمثل القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل خطوة محورية لحشد الجهد الدولي المشترك لمواجهة تغير المناخ سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة أو من خلال العمل الدولي للحد من أسبابها ومواصلة جهود خفض الانبعاثات من جانبه نقل السيد الرئيس تحياته إلى أخيه الرئيسة تشيسي كيدي مؤكدا سيادته مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونغو الديمقراطية والاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية تمثل نموذجا للتعاون والتنصيق والدعم المتبادل كما أكد السيد الرئيس الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملف تغير المناخ على الصعيدين الإفريقي والدولي خاصة من خلال استضافتها المرتقبة لقمة شرم الشيخ والتي تستهدف محاولة الوصول لتوافق حول الموضوعات الخلافية بين الدول النامية والمتقدمة في هذا الصدد الأمر الذي يعد استكمالا للدور الذي بدأته مصر منذ عام 2015 وحتى 2017 عندما رأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات إفريقيا لتغير المناخ مشددا سيادته على حرص مصر على الانخراط الجاد والتنصيق وحشد الدعم اللازم لدول القارة الإفريقية لضمان تكيفها بشكل عاجل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على المدى القصير والمتوسط والطويل فضلا عن العمل مع كافة الأطراف باسم القارة الإفريقية ولصالحها وذلك لضمان خروج قمة شرم الشيخ بنتائج متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة آفاق دفع الجهود الإفريقية المشتركة لتعزيز التضافر والتضامن لمواجهة تغير المناخ وتبعاته السلبية بما يساهم في وضع شواغل وتطلعات القارة على الساحة الدولية لمفاوضات تغير المناخ تحية لكم من جديد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وذلك بحضور وزيري التغطيط والتنمية الاقتصادية والمالية الاجتماع تناول بحثة علاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنصيق بينهما في المجالات كافة وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشرافات في مصر بإجمالي قدره نحو 5 مليارات دولار في الفترة القادمة ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والزراعة والاستصلاح الأراضي وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف المسؤولين بالمحافظات لتأكد من توفر السلع والمواد الغذائية طوال شهر رمضان المعظم تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين خلال هذا الشهر وذلك عبر المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع تلك السلع والتي من المقرر أن يمتد العمل بها إلى ما بعد الشهر المبارك بما يسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وهمية تكثيفها خلال هذه الفترة بما يضمن عدم تخزين السلع واحتكارها ومواجهة أي ظواهر سلبية من الممكن أن تحدث لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم اكتمعا مع وزير التموين والتجارات الداخلية علي المصلحي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي أسايد القصير بهدف متابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية وكذلك سرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين وأشار مدبولي لأهمية وجود تنصيق كامل بين وزارتين التموين والزراعة والمدريات التابعة لهما بشأن توريد الأقماح من المزارعين وذلك بمناسبة بدء عملية التوريد مطلع أبريل المقبل موجها بصرف مقابل توريد القمح للمستحقين المزارعين في أسرع وقت تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مرحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني كما التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثا لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميداني وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقا لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من الأنشطة التعليمية المتنوعة التي يتم التدريب عليها بشكل يومي حيث شاهد بيانا عمليا لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة والتي عكست الكفاءة العالية التي يتمتع بها مقاتل الجيش الثالث الميداني والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي سيكلفون بها كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي الجيش الثالث الميداني حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشيدا بما يبذله من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن كما أكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتل القوات المسلحة ستظل دائما هي الدافع الأساسي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كافة الاتجاهات كما أدار حوارا مع رجال الجيش الثالث الميداني استمع إلى أرائهم واستفسراتهم في العديد من المجالات وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة في إعادة بناء الوطن واستقراره وفي سياق متصل إلتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما استعرض خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري وأدار حوارا مع مقاتلي المنطقة المركزية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة انطلاقا من دور القوات المسلحة تجاه أطفال مصر من الأيتام نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية احتفالية بمناسبة يوم اليتين بعنوان يوم محبة لأولادنا شهدت الاحتفالية حضور 1170 طفلا من الأيتام ودول همم من جميع محافظات صعيد مصر بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركاتهم فرحتهم بذلك اليوم وقد حضر الحفلة وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج وعدد من قادة القوات المسلحة ومحافظي الصعيد وعدد من المسؤولين تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تموينية بمضبطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط 3.5 طن سلع مدعومة و22 ألف لتر مواد بيترولية وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط ما يزيد عن 144 طن كما تمضبط 5 أطنان أسمنت في مجال حجب مواد البناء وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وأسمنت تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبية وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين وقد نجحت الوزارة في تحقيل عديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار وزارة الداخلية تواصل شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتتمكن خلال أربعة أيام من ضبط 89 قاضية إتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ومن أبرز تلك القضايا نجاح الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريم المنظمة في ضبط ستة تشكيلات عصابية بأسيوت وسهاج وقنة لقيام عناصرها بالإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم قرابة 32 مليون جنيه الإدارة نجحت في ضبط سلاسة تشكيلات عصابية بالبحيرة والبنية وقنة عناصر تلك التشكيلات تمارس نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغب شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي أكثر من 16 مليون جنيه وفي إطار الجهود الأمنية للتصدي لجرائم استغلال النفوز نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي وقام بالتواطئ مع شخصين وتمكينهما من البناء على أرض الزراعية خارج الحيز العمراني الأمر الذي أدى إلى إهضار المال العام بقيمة 6 ملايين جنيه غرامات مستحقة لخزانة الدولة في الاتجاه ذاته تمكنت مدرية أمن القليوبية من ضبط موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي وإصدار ترخيص بناء مزور لمالك عقار من خلال اصطناع صورة طبق الأصل من الترخيص ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة محل عملهما الأمر الذي مكنه من البناء بدون الترخيص وهو ما أدى إلى إهضار المال العام في إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت مدرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب الشركات والاستلاء على بضائع منهم عقب إهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات وبلغ قيمة البضائع المستولى عليها مليونين وثمانمائة ألف جنيها مع سداد جزء من المبلغ كمقدم من قيمة البضائع وعقب ذلك تم إغلاق مقر الشركة في الإطار ذاته نجحت مدرية أمن سوهاج في ضبط أحد الأشخاص لاستلائه على ثلاثة ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها وتوقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المستولى عليها وعلى صعيد مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية تمكنت مدرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسب صدرها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبلغ مالية وبحوزته المحررات المزورة والمواد والأدوات المستخدمة في التزوير وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمطروح لقيام عناصره بغسل مائة مليون جنيه حصيلت نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات المشروعة خلافا للحقيقة قال المتحدث باسم الكراملين دماتري بيسكوف إن الحوار ضروري بين بلاده والولايات المتحدة ليس لمصالح البلدين فحسب إنما لمصلحة العالم بأسره وأضاف بيسكوف إنه عاجلا أم آجلا سيتعين على روسيا والولايات المتحدة التحدث حول قضايا الاستقرار والأمنة أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجيس شويجو أن بلاده سترد بشكل مناسب حال جرى تنفيذ خطط عدد من دول الحلف الناتو لتزويد أوكرانيا بتائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوية قال شويجو إن بلاده تتابع تصريحات قادة دول حلف الناتو الفردية بشأن نيتهم تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوية مؤكدا أن روسيا سترد وبشكل مناسب في حال تنفيذ هذه الخطط حذرت مستشارة شؤون شمال أفريقيا بالبرلمان الأوروبي روسيا من تدعيات خطيرة إذا ما استمرت في العملية العسكرية على أوكرانيا وذلك من دون التوصل إلى حل لهذه الأزمة الراهنة ووجهت تامنا المسلمي الدعوة إلى موسكو من أجل التوصل إلى حل شامل عبر المفاوضات المرتقبة لحل الأزمة الراهنة في كييف قالت الحكومة البريطانية أن لندن تريد أن ترى انسحابا كاملا للقوات الروسية من أوكرانيا وأنها ستحكم على الخطوات الأولية نحو اتفاق سلام محتمل بالأفعال وليس الأقوال قال متحدث باسم جونسون أن القصف الروسي قد تراجع حول كييف رغم استقمرار القتال في بعض المناطق مثل ماريو بول مشيرا إلى أن بريطانيا لا تريد أقل من انسحابا كامل للقوات الروسية قال متحدث باسم مجلس الوزراء البولندي أن الحكومة قد وافقت على مشروع قانون سيسمح بفرض حظر على واردات الفحم من روسيا ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حثت بولندا الاتحاد الأوروبي على إدراج الوقود الحفوري الروسي في العقوبات التي فرضتها أو فرضها التكتل على مزقو وقد اختار الاتحاد استراتيجية لخفض تدريجي للاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية أكد وفد التفاوض الأوكراني الموافقة على وضع الحياد المطروح من قبل روسيا بشرط وجود ضمانات أمنية أضاف الوفد الأوكراني أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة القادمة حيث لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات مع روسيا حتى الآن كما أشار إلى أن نقل المحادثات من بيلاروسيا يعد نجاحا كبيرا لافتا إلى أن المحادثات مع روسيا لا تناقش وضع منطقة القرم أنه يجب أولا أن يكون هناك استقرار أن يكون هناك أمن وأن يعم السلام أولا في الدولة بعد ذلك يمكننا أن نفكر في هذا الاستفتاء إذا كل الأطراف وفقت على ذلك فحينها يمكننا أن نوقف هذا الحرب وننهي هذا الحرب ونعود إلى الاستفتاء من جانبه صرح كبير المفاوضين الروس بلاديمير ميدينسكي بأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت بناءة وأضاف ميدينسكي عقب انتهاء المحدثات أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في حال التواصل إلى اتفاق مع أوكرانيا داعيا كييف إلى معاقبة من ارتكب جرائم تعذيب بحق الأسرى الروس بالنسبة للمفاوضات اليوم هذه المفاوضات كانت بناءة وقد تحدثنا عن وتوافقنا عن الاتفاقات التي تحدث عنها رئيسية دولة من خلال مصادقة الاتفاقية بالإضافة إلى النظر في بعض التفاصيل السياسية مع وجود شرط العمل السريع على هذه الاتفاقية وإيجاد الحلول الوسط قال الرئيس الأوكراني فلاديمار زيلينسكي إن الهجوم الروسي على ماريو بول يشكل جريمة ضد الإنسانية وأشار زيلينسكي خلال كلمة أمام بارلمان الدنمارك إلا أن القوات الروسية ما زالت تحاصر نحو 100 ألف شخص في ماريو بول مشددا على أنه يتعين على أوروبا تشديد العقوبات على روسيا بما في ذلك منع التجارة ووقف شراء النفط وأغلاق الموانئ أمام السفن الروسية أعلن وزير الدفاع الروسية سيرجي شويجو إتمام المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية بما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس مضيفا أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قدم النيتو خطط إمداد ودفاعات جوية لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قد دمرت الليلة الماضية 68 منشأة عسكرية وثلاث طائرات وقاعدات وقاعدة وقود أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية يصل إلى نحو 123 طائرة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و1738 دبابة ومركبة قطالية مدرعة أخرى هذا بالإضافة إلى تدمير نحو 181 قاضفة صواريخ متعددة بالإضافة إلى 726 قطع مدفعية ميدانية وهون بالإضافة إلى 1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة أعلن الإليزي أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سيتحدث هاتفيا اليوم مع نظره الروسي بلاديمير بوتين حول العملية العسكرية في أوكرانيا أضاف الإليزي أن الاتصال سوف يتناول عملية إجلاء إنسانية في مدينة ماريو بول الأوكرانية المحاصرة من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي أنه يريد أن يناقش مع نظره الروسي تأمين العملية الإنسانية في ماريو بول مشيرا إلى أن الهدف هو إطلاقها في الأيام القليلة القادمة نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها الرياض تستضيف دولة مشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية أممية أعلن رئيس الوزراء التشيكية بيتر فيالا إصابته بفيروس كورونا مشيرا إلى أنه سيقضى للعزل الذاتي لمدة سبعة أيام ذكر راديو براج الدولي أن مكتب رئاسة الحكومة قد ألغى البرنامج الشخصي لرئيس الوزراء لهذا الأسبوع فيما أكد فيالا أنه يعتزم العودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن لافتا إلى أنه سيعمل من المنزل إذا لازم الأمر في الصين أعلنت مدينة شنغهاي ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بكورونا رغم الإغلاق الجزئي الذي فرضته العاصمة الاقتصادية للصين وأصبحت هذه المدينة في الأيام الأخيرة بؤرة لموجة من الإصابات الجديدة بالمتحور أمكرون والذي بدأ انتشاره يتسارع مطلع مارس هذا وقد سجلت وزارة الصحة الصينية اليوم نحو 4477 إصابة جديدة بكورونا في شنغهاي وذلك مقابل 3500 حالة بالأمس تصديف الرياض المشاورات اليمنية اليمنية برعاية أممية ودعم من مجلس التعاون الخليجي وتناقش هذه المشاورات ستة محاور من بينها المحاور العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي على أن تستمر حتى السابع من إبريل المقبل كما تهدف المشاورات إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار في اليمن أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أحمد عوض بن مبارك دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جرونت بيرج ومساعده لإيجاد معالجات تشمل الأولويات العاجلة والحلول طويلة الأجل وخلال لقاء بين بن مبارك وجوردن بيرج أشار وزير الخارجية اليمنية إلى أهمية نعقاد المشاورات اليمنية تحت مضلة مجلس التعاون الخالجية ويهدف إلى مناقشة سبل حل الأزمة اليمنية مؤكدا أن حكومة بلاده ترحب بكافة الجهود والمبادرات الهادفة لأنهاء معاناة اليمنيين وفقا لثوابت الوطنية التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مع نيف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الثامنة المنعقدة بالإمارات أكد الجانبان على أهمية دفع اليمنيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإعادة بعث مسار الحوار للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة منبهين أن الحرب في حال عدم إيجاد حل لوقفها ستستمر لسنوات أخرى قادمة شن الطيران العراقية أربعة غارات جوية على أوقار تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كاركوك الواقعة شمالي البلاد وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إنه بناء على معلومات نفذت طائرات القوات الجوية أربع دربات دقيقة ومدمرة لأوقار تنظيم الإرهابي في وادي الشاي بمحافظة كاركوك قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقات إنه لن يقدم استقالته حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس عشر من مايو قال ميقات في تصريحات بثها تلفزيون خارج جلسة للبرلمان إله إنه لن يقدم استقالته حتى لا يكون ذلك حجة لعرقلة الانتخابات البرلمانية بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمنى والبركات وأضف رئيس مجلس النواب أنه ينتهد هذه الفرصة الدينية الجليلة ليؤكد أن مجلس النواب المعبر عن أمال الشعب وطموحاته يبارك خطى الرئيس السيسي وما تم من إنجازات ظاهرة جلية يعلو بها البناء هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وفي برقيته بهذه المناسبة أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس السيسي بحلول هذا الشهر الكريم وعبر مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على رئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصب إليه من تقدم والزهار بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للإمام الأكبر أحمد الطيب الشيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وفي برقية أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني وأطيباء تمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وذلك بحلول هذا الشهر الكريم والذي اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمنى والبركات أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة للكشف عن العيوب الخلقية بالقلب لحديثي الولادة وذلك في عدد من منشآتها الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية أضحت الهيئة أن المبادرة تستهدف الكشف على الأطفال من عمر يوم إلى 28 يوما من الولادة داخل ثلاثة مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية مشيرة إلى أنه تم استخدام أحدث الأجهزة الطبية للكشف على الأطفال افتتح بابا الإسكندرية باتريارك القرازة المرقصية البابا تودروس الثاني ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام مشروع الفلك لرعاية الأطفال من أبطال متلازمة داون وذلك في قرية أكوى الحصة بمركز قفرزيات ويعد مشروع الفلك هو أول مشروع نموذجية متكامل في مصر والشرق الأوسط متخصص في تأهيل ودمج دو القدرات البيهنية الخاصة وتحديدا أبطال لمتلازمة داون في المجتمع وذلك وفق معايير علمية دقيقة تتواصل أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع قرى ونجوع محافظة الغربية وقد تم الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة مدرستي الشهيد أنور البهي والشهيد محمد ردة سليمان وجاري العمل لترميم باقي المدارس بالقرية وكذلك في قرية سنباط بينما يجري العمل على رفع كفاءة مباني الإسعاف والتضامن وباقي المجتمعات الخدمية ومركز الشباب في قرية شرشابة والآن مع أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نتابعها مع رجاء رمزي إليك رجائي شكرا رهام شكرا مرفت مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وأياكم في هذه الوقفة الاقتصادية أهلا بكم أكد رئيس هيئة قلنة السويس الفريق أسامة ربيع أن الاحتفال بذكرى تعويم السفينة إيفر جيفن هو رمز على قدرة المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن كما أشهد الفريق ربيع بالمسندة الكاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنما يعد هذا اليوم رمز على قدرة الإنسان المصري في مواجهة الشدائد وتماسكه أمام الأزمات والمحن تلك التي تتفوق بامتياز في تحولها بعون الله إلى انتصرات وإنجازات أما ونحن نسترجع معا هذه اللحظات الفارقة والتي كان يشهد العالم أجمع ما بين مساند لجهودنا وين متأمل في ما يمكن أن نسفر عنه أزمة إغلاق أهم شريان ملاحي وتجاري عالمي وبين متربس لإصدار أحكام قد تكون قاسية على كيفية إدارة هيئة كونات السويس ومن خلفها الدولة المصرية للأزمة ونحن نسترجع ما حدث على مدار ستة أيام لابد من كلمة للحقيقة والتاريخ أجدها ويجدها كل منصف مفتاحا للتفوق والنجاح والأداء المبهر لأبطال القناة خلال جهود تعويم السفينة الجانحة ألا وهي المساندة الكاملة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الهيئة نجحت خلال العامين الماضيين في تخطي العديد من الصعاب التي لا تقل خطورة عن أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن ومن المناسب هذا الصدد أن نشير إلى جملة متحقق من إنجازات بلغة الأرقام والإحصائيات رغم تحديات انشار فيروس كورونا المستجد مع ما ترتب عليه من أصابر مدمرة على العالم أجمع وهي ما نجحت الهيئة في مواجهته عبر العديد من السنرهات فضلا عن تطبيق حزمة وسعة من الحوافز التسوقية كان لها أكبر الأثر في تجاوز المحنة بنجاح وتحقيق أرقام هي الأعلى في تاريخ الحقيقة قناة السويس الأمر الذي يشير بوضوح إلى إن النجاح في مواجهة التحديات كان نجاحا مضاعفا قالت وزيرة التعاون الدولي رانيال مشاط أن الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم خاصة عقب جائحة كورونا وما يعانيه من نتائج وتدعيات الصراعات والحرب وأزمات أسعار الغذاء والطاقة تعزز من حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم لا سيما في الدول النامية والناشئة التي اتخذت خطوات بالفعل في سبيل تحقيق التعافي من تدعيات جائحة كورونا والسعي لتحقيق مستقبل أخضر جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتراضية التي عقدها منتدى البحوث الاقتصادي ERF تحت عنوان إدارة الاقتصاد الكلي في أوقات الأزمات وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنه من الضروري أن يسعى المجتمع الدولي لنوع من الأدوات غير التقليدية من التمويلات مثل التمويل المختلط والتمويلات الميسرة المبتكرة التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هلا السعيد بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد ريبيكا جيرنسبان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ذلك على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة على مدار يومي 29 و30 من مارس الجاري تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل بدبي وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات أكسبو 2020 بدبي واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة في عدد من الموضوعات البارزة كتمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات وجهود الصندوق السيادية أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات حيث ارتفع رأس المال السوقي 6.8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 731.180 مليار جنيه على صعيد المؤشرات المشاهدين ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغة 1.36 في المئة ليغلق عند مستوى 11.393 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الاوزام بنسبة بلغة 0.36 في المئة ليغلق عند مستوى 1928 نقطة وإلى اسواق العملات المشاهدين حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه 27 قرشا لأشراء مقابل 18 جنيه 37 قرشا للبيع فيما يسجل اليورو 20 جنيه 26 قرشا لأشراء مقابل 20 جنيه 38 قرشا لألبيع في حين وصل الجنيه السيرليني إلى 23 جنيه 98 قرشا للشراء مقابل 24 جنيه 12 قرشا لألبيع هذا فيما لوصل بها العملات الأجنبية العملات العربية مشاهدين نبدأها بها الدرهم الإماراتي يسجل 4 جنيه 97 قرشا للشراء مقابل 5 جنيهات لألبيع فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيهات 87 قرشا للشراء مقابل أربعة جنيهات تسعة وثمانين قرشا للبيع إلى أسواق المعدن المشاهدين هبطت تسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية لتصل إلى ألف ثمانمائة خمسة وتسعين فاصل خمسين دولار للوقيع على صعيد المحلي سسجل عياء الذهب عيار ثمانية عشر نحو ثمانمائة وثلاثين جنيها للجرام فيما يسجل الذهب عيار واحد وعشرين تسعمائة وسبعين جنيها للجرام في حين وصل سعر عيار جنيها الذهب عيار أربعة وعشرين ألف ومائة وثمانية جنيهات فيما وصل سعر جنيها الذهب إلى سبعة ألف سبعمائة وستين جنيها إلى أسواق البترول العالمية ومشاهدين حيث هبطت أسعار النفط في مماء يصل إلى سبعة دولارات للبرميل أثناء التعملات موسعة خسائرها من الجلسة السابقة بعد أن وصفت روسيا محادثات سلام مع أوكرانيا بأنها بناءة في حين تضرر الطلب على الوقود من إغلاقات جديدة في الصين وذلك لكبح لانتشار فيروس كورونا حبطت عقود أيضا خام القياس العالمي مزيق برينت بنسبة بلغة 1.4% لتوصل إلى 105.46 دولار للبرميل فيما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تاكسوس الوسيل بنسبة بلغة 2.3 مسجلة 98.75 دولار للبرميل إلى البرصات الرئيسية حيث أغلقت مؤشرات البورصة في منطقة الخليج على ارتفاع ولامس المؤشر السعودي أعلى مستوياته في 16 عاما وسط مخاوف من نخص إمدادات النفط قفز سهم المصانع الكبرى لتعدين 30% في أول يوم لتداوله في البرصات السعودية كما صعد المؤشر الرئيسي لسوق دبي بنسبة بلغة 1.9% في برصة أبوظبي واصل المؤشر الرئيسي للأسهم الصعودة للجلسة السادسة على التوالي وغلق مرتفعا بنسبة بلغة 1.7% وقه الرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حكومته بالبدء في إعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديدة وذلك بحلول أواخر أبريل المقبل لتخفيف تدعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والحبوب في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا وألقت الأسعار المتزايدة للطاقة والحبوب بظلالها على الاقتصاد الياباني بينما قررت البلاد إقرار ميزانية قياسية تبلغ 107.6 تريليون ين أي نحو 881 مليار دولار لأسنة المالية الجديدة بهدف دعم الاقتصاد الياباني نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى الزملاء إليكم شكرا رجائي يحل المنتخب الوطني بعد قليل ضيفا على نظيره السنغالي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 يدخل منتخب الفراعين هذا اللقاء بأفضلية الفوز وذلك في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف النظيف ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارقي هدف مع هزي الشباك أسود تريع ناجا وذلك لتأهل للمنذيال للمرة الثانية على التوالي على قلبي رجل واحد يصطف المصريون خلف منتخبهم الوطني في مواجهته الحاسمة أمام نظيره السنغالي بدكار لخطف بطاقة العبور لنسخة كأس العالم 2022 نتمنى للفوز لمنتخبنا طبعا عشان حاجة دي حاجة بتفرحنا كلنا وتساعدنا يعني بتساعد الشعب كله بجميع أطيافه وفياته تركيز وأي حد يلعب مهم نلعب برجولة ويفرحونا النهاردة إن شاء الله مصر بإذن الله مصر إن شاء الله شرفنا بإذن الله وتفوز بإذن الله تعالى إن شاء الله نتعادل سفر سفر ونسعد كس العالم إن شاء الله هباقول المنتخب شدوا حلكوا أنتوا في الجالة وأدها وزي مهم أخدوا مننا البطولة إحنا هنسعد كس العالم ونبقى أحسن منهم وربنا يوفاهم النهاردة إن شاء الله ربي وحكو الناس كلها بتدعيلهم يعني أنهم وفاهم ويكسبوا النهاردة عشان يفرح الملايين دي كلها أنت رايح أعصبك مرتاح عنه أنت راجل غالب واحد سفر هنا هم طبعا عايزين هناك يتعادلوا إحنا المفروض إن إحنا نروح نلغط حتنا كون خلصناه أتوقع المبران المرضى أنها تخلص ثلاثة واحد ومحمد صراحي إن شاء الله يعني أجيبها دفين وعمر مرموش إن شاء الله جوه منتخب الفراعينة يدخل لقاء متسلحا بأفضلية فوزه في لقاء الذهاب الذي احتضنه الساد القاهرة بهدف دون رد ليكون مطالبا بتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفرق هدف مع هزي شباك نظيره السنغالي للتأهل وقبل لقاء العودة تصب المواجهات التاريخية بين المنتخبين في مصلحة المصريين حيث التقى المنتخبان من قبل في خمس عشرة مباراة فاز المصريون في ثماني مباراة منها مقابل خمسة انتصارات للسنغال فيما كانت تعادل عنوان مواجهتين قائمة الفراعنة تشهد غيابة ثنائية محمد عبد المنعم للإصابة ومحمود حمد الوينش بسبب تراكم البطاقات الصفراء حالة من التفاؤل تسود الجماهير وأمال معلقة لتأهل المنتخب ومشاركته في منديال قطر 2022 وذلك للمرة الثانية على التوالي أعلنت شركة بريزنتيشن سبورتس رعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية تحملها للتكلفة الكاملة لطائرتي منتخب مصر والجماهير المسافر لدعمه في مباراته الفاصلة أمام السنغال وأكدت الشركة فخرها العميق واعتزازها الكامل بدعم منتخب مصر الأول وحرصها على العمل الدؤوب لإزالة كل العقبات وتدليل الصعاب سعيا لتسهيل رحلاته للعاصمة السنغالية دكار من أجل تحقيق حلم الجماهير المصرية باقتناس تذكرة العبور إلى بطولة كأس العالم 2022 ويأتي القرار في إطار دور شركة بريزنتيشن سبورتس الداعم للرياضة المصرية ومساندتها المستمرة لقطاع القرى موسيقى وللمزيد من المتابعة بشأن استعدادات الجماهير لمشاهدة المباراة وتوقعاتهم للنتيجة ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب الشيخ زايد وأيضا تنضم إلينا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مركز شباب الجزيرة لرصد تحضيرات واستعدادات الجماهير لمشاهدة المباراة أبدأ معك محمود هل لك أن تصف لنا الصورة لديك الآن نعم ريهم صورة مليئة بحالة من التشقيع العالية والروح العالية لدى الجماهير التي توافدت على مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المركز الذي استعدى لاستقبال هذه الجماهير بقاعتين هذه القاعة واحدة منها التي أتواجد فيها الآن امتلأت عن آخرها لتشجيع المنتخب المصري بكل روح عالية الجماهير هنا يتوقعون إن شاء الله الصعود لمنتخب مصر في تصفيات للوصول لكأس العالم في قطر لكن النتيجة لم تحسن بعد فالنتيجة ما بين التعادل أو فوز المنتخب المصري لكن على أي حال إن شاء الله نتوقع يعني فوز المنتخب المصري وصعوده لكأس العالم الأعلام هنا هي التي ترفرف بين الجماهير المنتخب المصري بدأ بالنزول إلى أرضية الملعب لبدء هذه المباراة الحاسمة تصرحات مستر كيروش بالأمس كانت مشجعة لدى اللاعبين ولدى الجماهير أيضا فهم يتوقعون بأن يحقق المنتخب المصري اليوم الفوز على منتخب السنغال ليكون المرة الثانية على التوالي في صعود منتخب مصري لكأس العالم الروح اليوم لدى الجماهير تعود بالروح لنهائيات أو صعود كأس العالم في 2018 عندما حقق النجم الكبير محمد صلاح بالهدف الأخير في الدقائق النهائية الأخيرة والصعود لكأس العالم فنتمنى اليوم أن يتحقق إن شاء الله وتكون الفرحة مصرية اليوم بالصعود لكأس العالم في قطر 2020-2022 والآن عودة إليكم مرة أخرى أشكرك جزيل شكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب الشيخ زايد ونعود إلى جرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري تحديدا من مركز شباب الجزيرة جرمين هل لك أن ترصد لنا استعدادات الجماهير لمشاهدة المباراة وأيضا رصد توقعاتهم وذلك قبل دقائق قليلة من بدء المباراة نعم يعني كنا نستمع منذ قليل لأن شيد الوطني لمنتخب المصري في هنا في مركز شباب الجزيرة وسط أجواء حماسية شديدة وتجمع كبير من الجماهير المصرية هنا للحضور ومشاهدة المباراة فتحول مركز شباب الجزيرة لإستاذ صغير تجتمع في الأسر المصرية وهو الأمر الملحوظ بشكل كبير هنا فهناك أسر كثيرة وأطفال تجمعت هنا في مركز شباب الجزيرة من أجل مشاهدة المباراة وتشجيع منتخبنا الوطني في هذه المباراة الحاسمة في جولة الاياب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر عشرين اتنين وعشرين يعني المنتخب الوطني يخوض هذه المباراة بتشكيل ربما شهادنا في بعض التغييرات نتيجة الإصابات وأيضا الغيابات ويعني الجميع يشجع هنا المنتخب الوطني ويعول عليه طبعا الفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للمرة الرابعة لكأس العالم في النسخة القادمة في قطر عشرين اتنين وعشرين أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو أشكر جزيل الشكر زميلة جيرمين إبراهيم شكرا جزيلا وأيضا أتوجه بكل الشكر لزميل محمود جميل على هذه المتابعة هذا وقد رصدت كاميرا التلفزيون المصري في عدد من المحافظات أراء وتوقعات اليمهير حول مباراة المنتخب الوطني ونظره السنغالي في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين كلنا مترقبين بإذن الله تعالى إن شاء الله أن النتيجة تكون أحسن بإذن الله حتى لو واحد صفر بإذن الله يعني هو التوقعاتنا تمنيات إن شاء الله أتمنى فوز المنتخب المصري واحد سفر إن شاء الله واللي يجيب الهدف إن شاء الله محمد صلاح نتوقع إن شاء الله فوز المنتخب المصري على منتخب السنغال اتنين صفر وإن شاء الله توقع يعني صلاح يعني يجيب جول أفشا يجيب جول أداء المنتخب كان أكتر من رائع في الماتش اللي فات نتوقع بإذن الله فوز المنتخب المصري على المنتخب السنغالي اتنين صفر بإذن الله وزي ما كسبناها مع مقاردنا نكسب على أردن بإذن الله ونتوقع الجمهور المصري يتوقع من محمد صلاح أن يكود المنتخب الفوز ونتوقع إن شاء الله فوز منتخب مصر 2-1 في السنغال ويحرز الأهداف كابتن محمد صلاح وكابتن مصفا محمد وإن شاء الله يبقى المرة الثانية على التوالي في الصعود ويبقى الرابعة في تاريخنا إن شاء الله في مصر ومصر في اليوم ده يبقى يوم عالمي بالنسبة للمصريين وهتبقى فرحة كبيرة توقع في المصر إن شاء الله مصر تكسب السنغال بنتيجة كويسة نقدر نصعد ونقدر حتى المصر عندهم هناك نعمل نتيجة إيجابية وإن شاء الله الفوز لمصر وأنا أتمنى الفوز لمصر تمنيتنا طبعا للفري المصري إن شاء الله بالتوفيق في المقارات العودة في السنغال وإن شاء الله يكون مباراة جيدة للمنتخب المصري وطبعا توقعاتنا إن شاء الله بإذن الله لهذه المباراة التعادل السلبي وإن شاء الله الصعود إلى كأس العالم في قطر بإذن الله بإذن الله مصر النهاردة تكسب ونحقق الفوز ونصد لكس العالم وبإذن الله محمد ص progresses يجيب جول وبالتوفيق لكل الجمهور المصرية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله منتخب مصر النهاردة يفرحنا الشعب دوت محتاج يفرح ودخلنا على أيام كريمة فإن شاء الله بإذن الله العبت دي العبت يا رجالة ويقدوا مقتشي كويس ومقتش قوي ويشرفونا إن شاء الله النهاردة عشان يروحوا كس العالم ويشرفونا برضو هناك أنا بتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله نزهر بمستوى قوي جدا ونلعب بنزع هجومية إن شاء الله وأبطال مصر إن شاء الله يشرفون إن شاء الله ونبقى بمسل مصر في قطر 2022 متوقعين مباراة قوية جدا بإذن الله مع السنغال في مباراة العودة الحمد لله تقريبا قطعنا 50% من الشوت وهو الفوز على السنغال في مباراة الزهاب هنا في مصر 1-0 كنا رجالة كان عندنا لعيبة قوية جدا كان عندنا فكر كويس جدا كان لعيبة عندنا لعيبة جدا نضم المنتخب أدوا أداء كويس إن شاء الله طبعا المصر إن شاء الله بإذن الله ومنتخب يكون في المنديل بإذن الله إن شاء الله المنتخب بالروح والرجول إن شاء الله نكسب النهاردة إن شاء الله المتوقعات 2-0 بإذن الله نشرة السادسة من التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء